السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون يا جماعة اتمنون عنكم شو الأخبار ان شاء الله يكون كل بخير اليوم راح نحكي عن مشكلة بتواجه كثير من المستخدمين الكرت السلسال في علمانيا فابينسوا كلمة السر التطبيق التابع للكرت فابرجع وبعملوا قاعدة تسجيل الدخول عن طريق التطبيق في مرحلة نسيت كلمة السر حتى يعملوا كلمة السر جديدة فما عابس تسجيل الدخول عابواجه بقوة مشاكل في التطبيق فاليوم راح نحلها المشكلة واحد في التطبيق نفسه اما ما فيها اي مشاكل فما نهجل الدخول عن طريق المنصة لتسجيلAlright ونشرح كيف استعادت كلمة السر في حال ان ننسيها ووانعي نسجل الدخول عن طريق التطبيق بعد يستعادت كلمة السر فدعكم معنا بهذا الفيديو فمفيد الى الناس الذين انسوا كلمة السر في التطبيق السوسيال وهذا فيديو تلبيهي لتطلب اكتر من المتابعين ان تكتبينني في التعليقات ومنوا رسولينا على التليجرام فهذا الفيديو التلبيطان لطلبهم و انا وعدتهم اني بداة الشهر الخامسة سننزل فيديو هلا راح ندخل علي متصفح انا انا دخل انا متصفح جوجل كروم راح نسجل في البحث اسم التطبيق سولش كارد هذا هو ظهر عند اول خيار احطوكم رابط في صندوق الوصف اذا بتحبوا مساء تضغطوا على رابط راح اوجركم مباشرة الى الموقع الرسمي هلا راح ننزل لتحت شباب ونضغط على اول خيار بصمة اندي الخيارات مترجمة للغة العربية ونختار اول خيار بصمة هلا بنقلنا لهذه الصفحة ونختار اول خيار من على اليمين المسؤول عن بوابة الالكترونية مكتوبة باللون الاخضر هذا هو الخيار هلا الشباب راح يحولكم لصفحة تانية بنقل لكم لهذه الصفحة بهذه الصفحة فيه خيارين الخيار الاول اذا كان انت عمل حساب من قبل في التطبيق ففيك تسجل هون اسم المستخدم وكلمة المرور ويدخل تدخل مباشرة بدون استخدام التطبيق او اذا كان مدى تعمل حساب لأول مرة فبتختار الخيار التاني في حالتنا نحن عم نحكي في حال نسينا كلمة السر ومانا مزكرينا فكيف راح نستعيدها فمشان نستعيد كلمة السر اول خيار نحن عنا يا موجود هل نسيت كلمة المرور فرح نضغط عليه فراح يحولكم لصفحة تانية مشان استعدت كلمة المرور هلا شباب بهالصفحة بتسجلوا بفوق في العالة اسم المستخدم وتحت بتسجلوا الرقم التساطاش الموجود على الكرت في رقم تساطاش اطول رقم موجود اسفل الكرت ليس الرقم التساطاش لا رقم التساطاش هذا الشخصام إذا كنتم متذكرين اسم المستخدم اما اذا كنتم من الثاني remember اسم المستخدم أو به غلط بحرف واحد باسم المستخدم حتى لو كان سجدته الرقم التساطاش وعطيته التاله لكن أعطد أيضًا رقم التسجل Ultra اما اذا كنتم من الثانيين باسم المستخدم فلازم تستعيدوا اسم المستخدم بخيار الثاني تكتبوا الاول خيار رقم 19 الموجود على الكرت متحت بسجلوا البريد الاكتروني اللي سجلتوه في التطبيق لما فتحتوا حساب الاول مرة اهم الشي لازم يستجلوا رقم 19 يعني يكون بشكل صحيح وكمال ايميل اللي ضفتوه الاول مرة عند فتحته حساب لازم يستجلوا بشكل صحيح سواء كان جيميل او هتمل او ياهو اذا كنتم يستجلوهم لاني رح يجي رسالة عن البريد الأكتروني اللي انتم اضفتوهülamp وهنا سواءت من اسم المستخدم طوناعج للمستخدم هلا ضفنا الرقم 19 موجود ع الكرت والبريد الاكتروني سنضغط على ارسل هلا سيجي رسالة على اليگيميل سوف اروح على اليگيميل طبع انت بتروح على البريد اللي انتو ضعيفين إنه اياتي الهتمل اراعج ما بنسبة لي ازيائيWA ولا سأروح على اليگلي هاي رسالة رح ندخل عليها فيها اسم المستخدم. ثم ملاحظين يا جماعة هاي اسم المستخدم هو وجود هون. هاي اول خطوة علمنا فيها كيفية استعداد اسم المستخدم في حال انسينا. هلا رح نشرح كيف نسجد دخول في التطبيق في حال مثلا السيانين كلمة السر. رح نسخ اسم المستخدم اللي حصلنا عليه. هلا رح نسجد دخول على الموقع المرة ثانية وقل كروم. وفوق رح نسجل اسم المستخدم. وتحت رح نسجل رقم 19 الموجود على الكارت. هلا رح نضغط على اضافة. بعد ما نضغط على اضافة رح يجي رسالة على البريد اللي سجلنا لأول مرة. فيا كود رح ننسخ الكود ونلسقه في اول خيار. رح نروح على جيميل. لاني جتي رسالة عليها لانسخ الكود من جيميل. هاي رسالة اول خيار رح ندخل لانسخ الكود. رح نعطينا سخ. رح نحط نسخ. هلا رح نروح مرة تانية على الموقع. هلا بتلسق الكود في اول خيار. وتحت بتسجد كلمة المرور. الجديدة طبعا. انا رح احط اقتراح كلمات مرور قوية. اقتراح لي كلمة السر صعبة رح اضغط عليها. هلا تم اضافة كلمة السر في الخيارين الاخيرين. هلا رح اضغط على اعادة تعيين. هلا جتني رسالة بيخبرني انه تم تغييق كلمة المرور الخاصة بك بنجاح. يمكنك تسجيل الدخول مباشرة باستخدام كلمة المرور الجديدة. رح اضغط على تسجيل الدخول. رح نسجل في الاعلى اسم المستخدم. وتحت رح نسجل كلمة المرور اللي هو اقتراح ليها. ونضغط على تسجيل الدخول. هلا ضفنا جميع البيانات رح نضغط على تسجيل الدخول. فتحنا التطبيق وتم ملاحظين. بس عن طريق الموقع ما عن طريق التطبيق. هلا رح نروح على التطبيق شباب. طبعا اكتر الناس عم تواجههم مشكلة في التطبيق. رح نروح على التطبيق. رح نختار تسجيل الدخول. وبنكتب بالعلى اسم المستخدم. وتحت نكتب كلمة المرور. اللي هو اقتراح ليها التطبيق. طبعا احنا نسخينا. سجلنا بالعلى اسم المستخدم وتحت سجلنا كلمة السر. رح نضغط على تسجيل الدخول. هلا هون بطلبونك اضافة رقم التعريف الشخصي للتطبيق. رح نسجل ست ارقام مختلفة. هلا مرة وما في اي مشاكل. وهي التطبيق شغال. هاي المعاملات اللي هون. والبطاقات. يعني ما في اي مشاكل. لوحة المعلومات. ويكفيكن استجدوا الدخول على التطبيق. في حال انسيتوا كلمة السر. وفي حال كمان انسيتوا اسم المستخدم. تعلمنا بهذا الفيديو. كيف نحصل على اسم المستخدم. وكمان تعلمنا كيف نحصل على كلمة المرور مرة تانية في حال نسيناها. يعني لاحظتوا كيف ان الشرح كان سهل وبسيط. وخطوات كلها واضحة امامكم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك في القناة حتى يصلكم كل شي جديد. وان شاء الله في فيديوهات التانية رح نشرحك عن التطبيق. وكيف فيكم تغيروا اسم المستخدم. في حال مثلا زي كنتم حابين تغيروا اسم المستخدم. دعموا هذا الفيديو بقوة. وكمان الشراك في القناة حتى يوصلكم فيديوهاتنا القادمة ان شاء الله. لقاءنا بالفيديو القادم ان شاء الله. دمتم بامان الله وحفظه على رعايته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته. بركة الله فيكم. لا تنسوا دعمنا لايك واشتراك.